تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي ينعكس بقوة على تطبيقات تشخيص الأمراض التي باتت اليوم تقدم حلولاً علاجية تنافس الأطباء إذ توصلت أبحاث أجرتها شركة كايا للتطبيقات الصحية في ألمانيا إلى أن الخوارزميات قادرة على إصدار تعليمات تتعلق بتوجيه المريض نحو العلاج السليم والبعض منها قادرة على التنبؤ بالأمراض الشائعة مستقبلاً ووفق تجربة أجريت على مرضى هشاشة العظام فإن التمارين التي نصح بها أحد التطبيقات الصحية فاقت خبرة الأطباء ولحظ الأطباء أن التطبيق حدد التمارين التي تناسب إصابة كل مريض بمفرده وقام بتوجيهه خلال الجلسة في حال ثني الركبة أو القفز بطريقة خاطئة وعلى المنوال نفسه تساعد تطبيقات على التنبيه من النوبات القلبية وأخرى قادرة على علاج الصداع النصفي من خلال اقتراح المكونات الغذائية الصحية للمريض خبراء تقنيون يجدون سبيلاً في الاتكال على هذه التطبيقات وربما هذا ما يفسر استثمار أحد عشر مليار دولار في مجال العلاجات الرقمية رقم يغريد كثير من شركات صناعة الأدوية التي سارعت إلى بث إعلانات لعلامات تجارية في تلك المنصات من ناحية أخرى يتخوف مراقبون من تهميش هذه المنصات لإجراءات طبية عدة أولها التشخيص